معنا من القدس مرسلنا أحمد الدراوشة ليضعنا في آخر التطورات أحمد أهلا بك طبعا تفجير منزل كما ذكرنا معتز أو منزل عائلة معتز الخواجة وأيضا كان هناك رواية إسرائيلية عن إطلاق نار على سيارة للمستوطنين أحمد آخر التفاصيل لديك صحيح أحمد صحيح أحمد نبدأ من نعلين حيث بالفعل هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة معتز خواجة منفذ عملية تل أبيب في مارس الماضي التي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة أربعة بجروح متفاوتة ووصف جزء منها بالخطيرة كذلك أحصى المراكز الحقوقية في الضفة الغربية حتى الآن اعتقال ثمانية فلسطينيين خلال مداهمات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة في الضفة الغربية بدءا من مخيم العروب في الخليل وصولا إلى منطقة قباطيا شمالي الضفة الغربية وفي كل اقتحام تندلع مواجهات بين قوات الاحتلال وبين الأهالي في تلك المنطقة أحيانا مواجهات مسلحة لكن في الغالب مواجهات بالحجارة أو بالتدافع أو بما تيسر في أيدي الناس خصوصا لنأخذ على سبيل المثال نعلين ما حدث فيها الليلة الماضية لا تكتفي قوات الاحتلال بهدم منزل منفذ العمرية أو منزل عائلته إنما كذلك تخلي جميع المنازل المجاورة بالمنزل الذي تريد تفجيره خلال الليلة الماضية كان يتم تناكل فيديوهات لمسنين كان الاحتلال يجبرهم على مغادرة منازلهم وأحيانا عبر رفع الأسرة التي ينامون عليها في وقت متأخر من تلك الليلة كل هذه الصور تترك عادة تأثيرها عند الفلسطينيين في تلك البلدة وبالتالي تندلع مواجهات فيما يتعلق بالعملية التي أشرت إليها أقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إحدى سيارات المستوطنين تعرضت الليلة الماضية لإطلاق نار في الضفة الغربية السيارة لاذت بالفرار نحو أو مطلق النار لاذت بالفرار نحو مدينة نابلس بحسب ما يدعي الاحتلال الإسرائيلي سيارة المستوطنين أصيبت بعيارات نارية لكن أي من المستوطنين الذين كانوا بداخلها أصيب بجروح وهذا الأمر يتكرر بشكل كبير جدا عالة نسمع نحن عن العمليات التي تؤدي إلى إصابة إسرائيليين أو إلى مقتل إسرائيليين لكن العمليات إطلاق النار وقف الحجارة في الضفة الغربية متواصلة طوال الوقت وللمفارقة عمليات المداهمة وعمليات هدم منازل منفذي العمليات مستمرة لكن هذه الأداء التي كانت إسرائيل تقول خلال السنوات الماضية أنها ستؤدي إلى وقف العمليات بشكل تام لم توقف هذه العمليات فقط تزيد الغضب الفرسطيني العام الماضي أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية كاسر الأمواج في أذار مارس الماضي للرد على العمليات الفلسطينية أطلقها بزخم كبير وبحملة علاقات عامة كبيرة لكنه الشهر الماضي أوقفها أوقفها دون أن يصدر حتى بيان عن نتيجة الاعتقالات دون أن يصدر بيان حتى عن أنه أوقفها فقط توقف عن استخدام مصطلح كاسر الأمواج في بياناته في إشارة إلى توقف هذه العملية التي لم تنجح في وقف العمليات الفلسطينية لانطباع العام أنه لا يوجد أي أفك سياسي عند الفلسطينيين لذلك ستستمر عمليات إطلاق النار في المقابل لا يوجد أي استراتيجية غير القمع للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بالتالي عمليات المداهمة والاعتقال والهدم ستتواصل خلال الفترة المقبلة على الأقل بحسب ما يقول منتقدو الحكومة الإسرائيلية أحمد